اشتركوا في القناة وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق بحضور فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة في السادس عشر من يوليو المقبل وأعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة وترحيب مملكة البحرين بنعقاد هذه القمة المرتقبة متمنيا لأعمالها كل التوفيق والنجاح بهدف تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتعميق الترابط والتعاون المشترك لتحقيق التطلعات المنشودة والبناء على ما تحقق من إنجازات مهمة في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر